والآن مع كلام عرابجة ومقدمكم العربج المفضل أبو لينة الله أساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين ورحب بكم في حلقة من برنامجكم البرنامج اليجمع الجحلط الدشير السرابيت المهوين المنسمين برنامجكم كلام عرابجة حبتين خلوها إن شاء الله اليوم إخوانا رايحين نناقش عدة قضايا لكن قبل لا ندخل في القضايا كلها ودي أقول كلمة لجميع متابعين العرابجة الموجودين في جميع حال الوطن العربي كلمة عربجي في السعودية يعني عربجي أهل الشام يسمونها الزكرت أو الأزعر أهل مصر يسمونها البلطجي لذلك جرى التنويه أعزائي اليوم إن شاء الله نناقش جميع القضايا التي تهم جميع العرابجة في الوطن العربي يعني مثلا إشلون تعيش حياتك كعربجي في السجن كيف تواجه تحديات المجتمع رح نصلت الضوء أيضا على اختراع سعودي جديد علكت مئي لحظة يا إخوان رح نواجه تحديات المجتمع السعودي جديد عن اختراع جديد النص يا طوني النص عن اختراع سعودي جديد يهم كل المفحطين واللي يحبون التفحيط أيضا معنا فقراتكم إن شاء الله اللي من بنسيكم فيها معكم الطباخ السنائي دي أعطى الله قبل لا أروح الفاصل بالنسبة لأخي اللي مرسلنا اسمه اسي يستفسر عن حالة الشدد اللي تصير معه أقول له فكها بلبن فاصل هجولة وراجعي لكم هرولة حبتين أعزائي المشاهدين كلنا راح ينقفط في يوم الأيام على شيء سويناه خصوصا مع وجود تحديات العصر الجديدة مثل الدوريات اللي عند الإشارات نظام ساهر الجديد الكاميرات اللي تصيد اللوحات المهم إذا دخلت السجن كيف تعيش حياتك كعربجي بخصوص هذا الموضوع استضفنا معنا اليوم العربجي المعروف المشهور وبخلود واللي معروف بما قلته الشهيرة اليوم خميس واللي ما يفن له يخيس هياك الله يا بخلود هياك الله يا بولينا كفوا والله وعلى فكرة الشباب كلهم بالحجز يسلمون عليك ويهنونك على برنامجك البطل الله يسلمك وسلمهم وعلى فكرة باسمي وباسمك وباسم المشاهدين نوجه تحية لإخوان العربجة في السجن ونقول لهم كفوا شملكم العفو كفوا والله يا بولينا على ذنك بقرب الطاولة سم علمنا يا بخلود وش أقول لك وش أخلي يا بولينا معك مفتاح؟ معي مفتاح أبغاك أتعلم المشاهدين عن تجربتك في السجن وكيف عشتها كعربجي أي تجربة يا بولينا واي خربيت السجن خرب يا بولينا تصدق وتامن بالله لا إله إلا الله حتى حمضيات معد فيه بالسجن ولا شاني روقنا يا شيخ والله يا بولينا وش أقول وش أخلي يا شيخ تصدق حتى حليب الشاهي ما فيه لا يا شيخ عداد الكهرب اللي كنا نزبن فيها البكت معد فيه يا بولينا طيب كيف عشت حياتك تحسها تجربة قاسية ومريرة أي تجربة والله يا كنا يا رجال تبن في السجن تصدق فس فس يا بولينا فس 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 ما عنده فيه بالحجز لا إله إلا الله روق 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 يا بخلود أعزائي المشاهدين اللي بيما يخلص بخلود حزنه ويخلص اللف اللي عنده نقول لكم فاصل هجوله وراجعين هاروله حبتين أعزائي المشاهدين انتشرت مؤخرا في مجتمعنا انتكاس العربجة وهي عبارة عن التحذر وترك العربجة ومعنا اثنين في الاستوديو ممن يشتكون بهذه الظاهرة السلبية هم الأخ زياد والأخ فهد حياكم الله أول شيء يبغاكم تشرحوني تشرحوني لأخوان المشاهدين كيف بدأتم تصحونا صباحا وتروحونا الجامعة والله ما أدري بس يمكن السبب أنه إحنا ما عرفنا الرتب عياتنا صح ترتيب الحياة والتربية السيئة تسوي كذا أبوكم شان يعاملكم صدق من يضربنا وخلينا ندوم أول بول وحارمنا من الدخان والشيشة والتفحيط وهذه هي علوم المرجلة وهي اللي يتفرق بين الرجل الطبيعي والرجل الغير طبيعي تخيلي خلينا نحظر كرسات انجليزي أفا ويبينا نصير الأوال على دفعتنا في الجامعة والله هوكم ذائبين لتكفيخ والله نشهد أنه يسمع بشي يسمع تربية عموما يا شباب قلوبنا معكم وأنا من منصبي هذا وناشد هيئة حقوق الإنسان بحل عاجل وسريع للأخ مهند والأخ ما اسمك فهد فهد الأخ زياد أنت اسمك زياد تقول لي الأخ زياد والأخ فهد بحل سريع لمشكلتهم وفاصل هجولة وراجعين هرولة وحبتين يدك فوق فوق أعزائي مشاهدين في الفقرة هذه رايحين نناقش بعض المشاكل ممكن تصلك مع المجتمع وعشان كذا حنا مستضيفين العربج المعروف عربج النسين معروف أبو ميسى هياك الله أبو ميسى ططططططططططططططططططططططط هلأ ولا اطلعго بّعربج وتنصد فيه والله هذي مشكلة وعلى فكرة هذيشكوة تغلب الضيوف اللي جونا هنا في البرنامج طيب راسك وشي الحل يا أخي طالع خصائص العربجة تنطبق علم خاويه ولا لا الشكل يعني؟ لا توقع لا تفقع يا بولينا الشكل عمره ما كان المقياس العربجة عمرها ما كانت تشماغ على الكتف والليها زريرة مفتحة العربجة يا بولينا قلب روح وانت تعرف الكلام هذا تأسلم يا بميسة لكن أبغاك تعلم يا أخوان المشاهدين يعني كيف نشوف روح العربجة؟ طالع في خشتها دقيقة إذا قال لك خير يا بو الشباب أعرف أنه عربجة أصيل إذا ابتسم ولا سوال حركة ثانية أعرف أنه مطبيعي يا بولينا مشكور أبو ميسة على المعلومة هذه وودك تفيدنا لكن عندك شيء ثاني قبل أن نختم فقرتنا إيه عندي عندي قاموس زين لبرنامجكم وش هو؟ اسم فلسفة ما بعد الكمخة يا سلام منم ألف ذا هذا لي أنا يا بولينا ينفعنا هنا في البرنامج هذا لك أجل أخوان المشاهدين في الحلقة القادمة لبغى الناقش قاموس الأخ أبو ميسة فلسفة ما بعد الكمخة فاصل هجولة وراجعين هرولة حبتين أحلة عزيز أعزائي المشاهدين الفقرة هذه خصصناها لاستقبال اتصالات المشاهدين والمعجبين بالعرابجة نأخذ أول اتصال هلو يا التعبان يا التبن يا رع البني مطلعه بخلود اللي يفرح شلتنا على تبنان يا بوسديم ما حد قالك تبين مخدرات بحارته هاي اقطع يا كنترول كنترول اقطع نعتذر من أخوان المشاهدين ما عليش ترى في ناس كمخ ما تفهم نأخذ اتصال ثاني هلو 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 والله عندي مشاركة ممكن تفضلي يا عمري بس من معي عاشقة ابو لينا حياك الله يا عاشقة تفضلي معك الخط احبك الله يقلعك يقلعك احبك الله يخذك ياخذك احبك أنت وخشتك خشتك احبك حب الكورة الزيدان زيدان وحب لينا العدنان عدنان يا المخطة يا عدنان أجل اقطع يا كنترول عزائي مشاهدين فاصل هجولة وراجعين هرولة حبتين عزائي مشاهدين معنا الآن في الفقرة هذه المخترع ابو ريم وهو أحد عرابجة الرياض المعروفين حياك الله يا ابو ريم أهلا والله ابو ليله هلا بك الحلقة الماضية علمتنا وشلون نضبط رأس الشيشة بدون حجر الحلقة هذه وش عندك سهلا كالله أنا عندي طال عمرك جهاز لاقت صوت مصممة خصيصة لك ولا مثالك من العرابجة كافو شو ملك العافو علمنا وشون يشتغل الجهاز كامرولون من عيوني شفح بيبي احنا دايما نسمع ان في تفحيط في الحارة الفلانية صح ولا لا صح وبنسمع ان فلان ناوي هج ولا الليلة صح ولا لا صح عشان كذا احنا دايما ننتوه في تحديد المسافة بيننا وبين المكان اللي فيه تفحيط عشان كذا اختراحت الجهاز هذا اللي مالك يطل لصوت التفحيط وبس يعني هذا الحين يورينا وين التفحيط يقول لنا كم المسافة يقول لنا كم يبنى وحاط فيه خاصية ثانية تعلمك كم المسافة بينك وبين مكان التفحيط اشوف شف حسب المسافة هذه التفحيط في الشمال الرياض السلام عليك ذيب وفي خاصية ثانية بعد حاطها اسمها خاصية استراق الصوت اللي هي الخاصية ذي تعلمك اذا كان فيه مكان فيه مضاربة ولا لا شغل اسمع انت اللي علمت علي وحطيتني بالسجن يا ولا لانك بعلم العلانة يا مخلود اول يا اقمامة الجرادية يا اخوان مشاهدين اظهر عندنا دمج بالاستيديو فاصل هجولا وراجعين هرولا حبتين ازاي مشاهدين مرحبا بكم فقرتكم الاخيرة فقرة الطبخ مع الطباخ عطالله حياك الله الله حياك ويخليك اهلا والله وش عندك اليوم حنا اسبوع الماضي سويناكم متفون في البر جميل اسبوع هذا بنسوي لكم صدويش يبن في الشطة اللي بالبو فيه اي يا رجالي عطى الناس شيئين يفهم يا رجال تعطيهم بقى ستي الشطة يا رجال وراء ما كنت فاضي وراء ش عندك كنت في السجن كافو اشبك العفو اسلم اول شي زين نمسك الصامولي جميل نشق ام امها ورن كيف شفت كيف جميل بدنا نفتحها حلو ثم وش نحط الجبن غلط لا اخي ما نحط الجبن حنا اول شيء نحط الشطة لو حطينا الشطة كثر 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 لو حطينا الشطة زي كده شايف كثر احبها اكثر تقول الصاموليات امتص الشطة امتصت ايه امتصت عشان ايش عشان ما يكبوين عثو جميل حلو بعدها وش نحط الجبن نحط الجبن كافو اساعدك شوي ايه عشان يقولون العراب جدا رحنا قوموا نتعاون وما ذلوا يلا اه شايف كيف بس 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 هذه هي هذه هي وبالهناء والعافية اه في شي اضافة عندك ثانية قبل ان نخطب عندي اضافة وش هي حنا مع متطلبات العصر الجديدة ايه لازم نهتم بالنظافة جميل واحتمالنا بالنظافة ايه لازم ما يكون زي الناس العاديين اجل حنا العراب جا لنا استهيل اخر وش هو اول شي حنا ما لازم نستخدم الصابون ابد لازم نرجع نرجع للطب البديل نعم وهو التراب يا سلام يدينك مليانة هاي دهن تمسكها بالتراب تفرقها جاي كده كافو ثم تطقها في شدار اعزائي المشاهدين نشكركم لمتابعة برنامج كلام عراب جا ولا تنسوا شعارنا دايم حبتين حبتين